ابننا محمد صلاح خلاص يوم 9 يناير بداية انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية ما أجبنيش التصريحات اللي طلعت في المؤتمر الصحفي لكارلوس كروش المدير الفني للمنتخب المصري قالك يعني هم اتفقوا معايا أننا أصعد كأس العالم بس اللجنة اللي كانت بتدير اتحاد الكرة ما حتطلوش في العقد على الوصول إلى نهاية كأس أفريقيا يعني احنا حبتنال الرجل اللي قابله وجينا عند ده قلناله كخة يعني يبقى معنا محمد صلاح ومعنا تريزيجيه والنيني واللي واللي والشناوي وغيره ومش عارفين نوصل للأدوار النهاية لكن بعيدا عن كروش محمد صلاح طم من المصريين وكتب تويتا بحييه عليها بيقول احنا رايحين الكاميرون عشان نحارب طبعا نحارب ده مصطلح رياضي مش مصطلح هنا عسكري نحارب علشان نرجع بالكاس محمد صلاح بيقول للمصريين كل اللي طلبوا منكم تدعو لنا وتبقوا في ظهرنا النهاردة المصر أفندي بيؤكد على دعوة محمد صلاح عايزين كلنا نكون وراء المنتخب في هذه المهمة الرياضية الكبرى نتمنى طبعا العودة أشعر أن هذه هي أجواء كاس أمم أفريقيا 98 بقيادة الجنرال الكبير الراحل محمود الجهري لما احنا قلنا ده هياخد المركز الأخير لكن فجئنا مع قيادة المنتخب كابتن حسام حسن وعاد بكاس أفريقيا وكانت مفاجأة غير متوقعة هل ترى بأن أبطالنا أبطال منتخب مصر هيعودوا بكاس أفريقيا خلينا نتمنى ونحلم وندعم فريقنا وغالبا كده اللعيب المنتخب هيركونوا خطة كروش على جنب وهينزلوا بهدف حسم البطولة بإذن الله تعالى وهنتبعها دايما في حلقات المصرفاندي لأن كلنا على موعد مع هذه البطولة الكبرى هي ثالث بطولة عالمية بعد كاس العالم وكاس الأمم الأوروبية